تعالوا بقى نشوف مقرات النادي الاهلي المختلفة مش عايز اقول فروع لان ده مش فرع يعني كل نادي مستقل بذاته او مش عايز اقول فرع برضو لان فيه ناس بتقول فروع هو لا مش فرع هو مقر مقر النادي الاهلي بالجزيرة مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد مقر النادي الاهلي بمدينة ناصر مقر النادي الاهلي بالتجمع برضو حنكون النهاردة مع زميلنا وزميلاتنا الأعزاء نشوف الأخبار والأجواء ايه في مقرات النادي الأهلي المختلفة نبدأ بأهلي الجزيرة وزملتنا مريم سميح مرحب بك يا كابتن أيمن برحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وطبعا يعني القمة 126 داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة يعني هخليك يا كابتن أيمن تكون معي في الصورة أنت وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان الحقيقة على الرغم من أن المباراة محسومة ما بين طبعا النادي الأهلي وبين نادي الزمالك ولكن طول الوقت بيبقى مباراة لها حسابات أخرى هو ديربي يعني ديربي مصر ما بين النادي الأهلي وبين نادي الزمالك وعلى الرغم من حسم النادي الأهلي كمان يعني يمكن درع الدوري ال 43 ولكن الحقيقة أن هي لها حسابات أخرى زي ما أنا بقول كل الناس مترقبة كل الناس متحمسة جدا لطبعا مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك وطبعا أكيد الفوز على نادي الزمالك بيبقى ليه طعم آخر خالص والحقيقة أن على الرغم من ما يعني يمكن لسه متبقي أكثر من ثلاث ساعات على بدء المباراة إلا أن الحقيقة كل أعضاء النادي الأهلي بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة بدأوا في التوافد والحقيقة أن يعني كان لنا بعض الأحاديث يا كابتن أيمن مع بعض الأعضاء هنا بالمقر الرئيسي الحقيقة النهاردة يوم عمل أساسي طبعا في أيام الأسبوع كله قال أنه هو خلص يعني أشغاله وخلص أعماله وقرر أنه هو يجي هنا مبكرا علشان يشاهد المباراة خليني أقولك الأجواء سريعا يا كابتن أيمن من داخل المقر الرئيسي الحقيقة زي ما أنت شايف في كوردون مقاعد خلفي ده مش هيتفتح إلا قبل يعني المباراة ما يقرب بساعة أو ساعة ونصف الحقيقة أنه هو مقفول دلوقتي وهيفتتح يعني لحظة بعد لحظة خلال توافد طبعا الأعضاء في تمام الساعة الثمانة ونصف وخلينا أقولك كمان أنه هم موفرين 1500 مقعد الحقيقة يعني إضافي ده بخلاف طبعا المقاعد الحقيقة أنه فيه عند الشاشة الرئيسية ما يقرب من 2500 مقعد وخلينا أقولك كمان بخلاف الشاشة الرئيسية متوفر 11 شاشة فيه مختلف المنافذ المنافذ بتعمل الحقيقة يعني يا كابتن أيمن فول كاباسيتي رفعين حالة الطوارئ داخل مقار النادي الأهلي هنا باق الجزيرة بكل منافذ شغالة على أكمل وجه يمكن كمان كل أفراد الأمن لم يحصلوا على إجازات طبعا علشان ده بيبقى يوم مهم جدا في تاريخ النادي الأهلي خلينا أقولك أنه كل الناس مراهنة على النادي الأهلي النهاردة مش فارق معاهم أي تشكيل وثقين ثقة كاملة في الجهاز الفني والإداري وتحديدا يعني وثقين ثقة كاملة في مرسل كولر المزير الفني للفريق شايفين أنه هو سواء لعب بناشئين أو لعب باق العيبة الرئيسية وثقين فيه وثقين طبعا خلال طوعا هذه المباراة خاصة أنه هو خاط 29 مباراة لهزيمة باق العلامة الكاملة متصدرين جدول ترتيب بخمسة وعين نقطة وده اللي جاي منه طبعا الثقة لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان هنكون معاك يا كابتن أيمن لحظة بلحظة في رصد الأجواء هنا من داخل مقر النادي الأهلي باق الجزيرة وإن شاء الله نكون معاك عقب انتهاء القمة 126 عشان نحتفل معاك ومع كل جماهير النادي الأهلي شكرا جزيلا للزميلة العزيزة مريم سمير